نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بصورة قاطعة مزاعم التحصيل الرسمي لأي رسوم إضافية على القادمين من غزة وكذلك الدعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية موضحا أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أي زيادة مطلقا وأضاف رشوان أنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70% وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة منها 6 شاحنة وقود وبالتالي فليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته من أجل التخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين ليس من المنطقي أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم هم في هذه الظروف الكارثية كما يحاول البعض الترويج لهذا خلال الفترة الأخيرة وأكد رشوان على أن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلية على غزة الاستجابة أو رضوخة لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين والمتاجرة بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية وناشد رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفاح من أي متربح بقضيتهم والاختار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر المصرية المصرية المصرية